على أنقاض شركة نفطية أنشأها الإنجليز والفرنسيون في طرابلوس في عز زمن سايكس بيكو في ثلاثينات القرن الماضي تحت اسم شركة نفط العراق ومختصرها IPC ستقوم حاليا شركة روسية بتأهيل هذه المنشآت واستثمارها وهذا ما أوحى لوليد جومبلاط بتغريدة خلاصتها الانتقال من زمن سايكس بيكو إلى زمن لفروف ظريف في الشرق الأوسط الجديد من الزمن الذي مضى نستحضر ما يوثق بعضا من صور ومشاهد تلك الحقبة فهذه مثلا صور توثق في العام 1933 عملية بناء خط كاركوك طرابلوس بمسعى إنجليزي فرنسي ليصب في منشآت طرابلوس النفطية ومن محطات العز في تلك الحقبة ما تحدثت عنه صحيفة نيويورك تايمز في خبر يعود تاريخه إلى العام 1949 تنقل فيه الصحيفة خبر افتتاح رئيس الوزراء رياض الصلح مصفات جديدة لشركة آي بي سي تلبي كامل احتياجات لبنان وسوريا النفطية بناء على طلب من الحكومة اللبنانية وهنا خبر في صحيفة الانشاء الطرابلسية في العام 1949 ينقل مضمون كلمة المدير الإنجليزي للآي بي سي خلال حفل تدشين المنشآت الجديدة للشركة وقد نوها بجهود العمال اللبنانيين في إنجاز هذا العمل بفترة قياسية بعدما عملوا خلال أربعة أشهر ستين ألف ساعة إضافية في زمن شركة آي بي سي كانت تحركات مطلبية تؤتي ثمارها فهذه المشاهد تظهر إضرابا عن الطعام نفذه عمال لبنانيون بعد تسريح عدد منهم سنة 1959 فاستجابت الشركة بالتعويض عليهم بمرتبات تسعة أشهر شركة آي بي سي بقيت تحت إدارة إنجليزية حتى العام 1973 عندما أصبحت بإدارة الدولة اللبنانية حينها كان للبنان حكومة تضم وزيرا لشؤون النفط هو بير حلو في ذروة طاقة شركة آي بي سي كان يعمل فيها نحو أربعة ألاف موظف برواتب كانت الأعلى في لبنان وكان متوسط تعويضات نهاية الخدمة يقدر بنحو 500 ألف دولار أمريكية بتشغيل آي بي سي منشآت طرابلوس كانت تستثمر في أكبر ميناء نفطي في المتوسط وقد أنشأت العديد من المؤسسات الاجتماعية والصحية والرياضية والترفيهية على مساحات شاسعة كانت تمتلكها في طرابلوس وجوارها وصولا إلى مطار لقلايعات الذي أنشأته شركة آي بي سي لتسهيل النقل قطع الغيار إلى منشآتها كان هذا في زمن الإنجليز الغابر فماذا يترى عن الزمن الروسي الآتي والذي حط رحاله في إرث الإنجليز في منشآت طرابلوس النفطية شكرا